عاملة ايه لي لي? كويسة الحمد لله بتتفرج على المسلسلات ومبسوطة كل شوية دلوقتي بقت متضايقة ان انا عاملة دور شريرة السنة دي مع اني لما بعمل دور طيبة بتقولي ماما لأ بتعطي عيط علي فهمت زي? تسعبي عليها? تسعبي عليها بتعطي عيط و لما تلاقيني مثلا بعيط في ماشية بتعطي عيط و هي بتتفرج علي السنة دي و هي بتتفرج علش هينزل بتبصلي كده انت وحشة قوي انت وحشة قوي يا مامي انت وحشة ليه عملتي كده ليه يا مامي بتعملي كده? لأ قولها ليلي ده مش انا بتقولي لا يا مامي لا 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 بتعمليش ده تاني لا 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 الناس كده مش هتحبك. عايز قالك يا مي بدأت تفهم ان دي ان انت ده دور بتجسدي ان ده مشهد ان ده بدأت تفهم يعني ايه تمثيل? اه بتدت تفهم لان انا حتى دلوقتي لما كبرت شوية بقيت باخدها مش على طول بس ساعت بتجيلي التصوير وبتعود معي وبقيت عارفة يعني ايه نروح للتصوير عارفة يعني ايه فيه الشخصية مامي بتعملها عارفة يعني ان الشخصية دي مش مش شبه مامي دي حاجة بعيدة خالص عنها. اه حتى بقيت عارفة يعني ايه راكور تبا انا احكي ريك على قسم. من كام يوم كان فيه راكور ضيع مني. اه. شنطة مش موجودة. انا عايز اقول بس للمشاهدين راكور يعني حاجة طلعت بيها في مشهد. اه. وحتكمل بنفس اللبس ونفس اللوك بعد بعد تلات اربعة يام. ايه بزبط. اه. كنا صورنا حاجة في الفيلم وتوقفنا فترة طويلة وبعد كده رجعوا يصوروا تاني وانا مش لقيا الشنطة ادور عليها مش لقياها. دي قصة قصة مرعبة. فقالتلي مامي دا الراكور ها? قلت لها اه. قلت لها اه. قلت لها ما تشليش هم خالص. قلت لها هتعمل ايه? قالت لها انا عارفة مكان ممكن نجيب منه شنطة شبه. ونزلت وجابتها. والله العزيب. لا يعني بقت فاهمة يعني عارفة عايزة تمثل فيه في مسلسل ايه? كامل للعدد. لا يا حسنة. كل صحابها جم فتروا معانا. طون. وما انت بتعرفش حد في مسلسل كامل للعدد? قلت لها لا انا ما مسلتش فيه. طب احنا عايزين نطلع في المسلسل ده. عايزة اقولك ان المسلسل ده بجد حقا نجاحها لقوي مع الاطفال كمان. فهم كلهم دلوقت. فهي الفكرة التمثيل بقت وردة عندها. انا عايزة اقولك على حاجة ان معظم الولاد دلوقتي كلهم عايزين يطلعوا في كامل العدد. بجد دينا الشربيني. ايوه. يا دينا كلها عايزين يطلعوا معاك يا دينا. يا دينا يا دينا خدي بنتي في مشهد معاك لان هي حاطت جنن ومبروك المسلسل مسلسل حلوة اوي اجتماعي لزيز. فلا نجاح ودلوقتي فكرة التمثيل بقت موجودة عندها. على فكرة اه حتلاقيها فعلا بتاخد منك لان انتو اصلا كلكو اعتقد انتو الفن في دمك. دي حي. يعني انتو بتحبوا الفن. اوي. بشكل عام. اوي 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 انا يعني بتسئل كتير اوي ماي انت ممكن تعملي ايه. غير الفن. مش لا ايه. ام. فكرت كتير اوي. طب انا ممكن ابقى ايه. شبه ايه. واكيد بيجي لك اوقات برضو ممكن تكوني بتتدايقي. بتحباتي. احبات. بتبقى عايزة تغيري. بتحصل كتير. اه كلنا على فكرة. وتيجي تفكر تقولي طب. حارف. لان انت مش دايما على طول فوق. يعني انت مش دايما بتبقي متواجدة. في اوقات بتشتغلي فيها. اوقات ما بتشتغليش فيها. ومش دايما بتلاقي ادوار يا ماي. بالزبط. في حاجات بتعتذر يا انا. فعندك ساعات فترة فراق. طب. ايه الحاجة اللي انا ممكن اعملها. ممكن تبقى شبهية عشان اقدر اكمل. مش لاقي. مش لاقي بجد.